الحياة اللي مفيش كتير دي يضاف عن خلاص هو العادي والطبيعي الناس كلها هات كابتن هلم بكل اسبوع المنافس قوي المنافس ضعيف اي شيء كده كده بالكابتن هلم بكل اسبوع اه في اوقات هتخرج عن يعني عن المقلوف شوية تروح تتدور على حد تاني زي مسلا اختار جيمس من الاسبوع ده الفرق مش بعيد فرق في انها كله كان خمس نقط من الاسبوع جاب تمنتاشر وهلم جاب تلاتة وعشرين الاتنين ما اعملوا حاجات مش متوقعة فالعادي بعد كده هيبقى كابتنة هلم تخصون لما يكون مطشو كمان كويس او مطشو ملعب الاتحاد غير كده اعتقد ان الخروج عن النص في الحتة دي هيكون قليل جدا جدا وبشكل يعني هيبقى في المخطرة محسوبة مليون في المية قبل ما تفكر تعمل اللي في سيتي كان مختلف هو فودن فودن سجل تلات على عكس ما كان بيحصل من اول الموسم فاغلى فترات الموسم كان في الطبيعي ان فودن و او الجناحين عموما في سيتي بيفردوا الملعب على الاخر واللي في اغلب الوقت بيكون داخل العمق بيكون او برناردو سيلفا او جندجان او بيلعب مكان برناردو سيلفا عشان يكون هما اللي يكونوا اقرب للجون او بيبقى في سويتشات في اوقات ما بين وفودن على يمين ما بين برناردو سيلفا وجريلش على الشمال ولكن ده بيكون الشيء السائد قدام من الوقت كان العكس كان وبرناردو هما اللي كانوا فاتحين الخط في اغلب الوقت وفودن وجريلش هما اللي بيحاولوا يضموا العمق شوية وبالتالي كانت خطورة فودن اعلى هل ده معناه ان هو مش هيكرر الكلام في السبع اللي جاية لا مش شرط خالص ولكن انا بديك السبب بتاعي ان هو خطورته كانت اعلى بزيادة بعنا الطبيعي في الجوة اللي فاتت واسهم للمباراة التانية على التوالي بيدي امارات هجومية ان فريدة هيبدأ يتحسن على الاقل في الناحية الهجومية اه في ماتش ايفرتون ما كسبوش وفي الناحية خارجوا خسرينه واحد سفر وراجلهم كانوا احسن شوية في حيطة الهجوم وصلاة دولفر هامتون الكلام ده بقى الترجم الاهلاف سكماكا المواجم الايطالي بيسجل اول اهدافه مع الفريف الدوري ما بعد فترة كان فيها عالدكة بيلعب في دوري المؤتمر شوية واحدة الوقت اعتقد ان هو ياخد مكان اه انطونيو شوية لحد ما انطونيو يفوق الراجل اللي ماشي بشكل كويس كان خطر في الماتش في الوقتة كمان تانية كان ممكن يجي فيها جن تاني واقف على فاول اه هو شطه طبعا في السماء يعني في السماء اوي كلمة في السماء دي قليلة بس هو يكون واقف على فاول فلا ما عندنا ممكن يكون هيجي منه مستقبلا جارب بوين اللي كان نجم السنة للفاتل توناس كتير بلاقي بيه الموسم ده بس ما قدمش حاجة من اول موسم جاب اول جني في الموسم واول ضبل د ومنتظر كمان مع المشروط اللي جاء الكويسة انو المفودي يقدم اكتر واكتر واستهام المشروط كان الكويسة بداية من الاسبوع اللي فات ومرورها مباربع خمس السابيع اللي جايين كمان ولكن كان اكبر خوف وقالق هو ان فورمة الفريق واحد دلوقت الموضوع بدأ يتحسن شوية فيقدر يديك طمأنينة شوية وانت بشتري يا بوين ياسكا ماكا زوما او في بيانسكي في خط الدفاع لو انت محتاج حد او حارس او لاعب ممكن يطلع في اوقات بكلينشيت واستهام بالمناسبة مش فري بيستقبل تزداد كتير جدا على المرمى ولكنه رغم كنا ما طلعش كرينشيتس كتير قبل الجول اللي فاتت بيستقبل عادة فرص اقل ولكنه بيستقبل منها جوان فبينسكي ما بيصدش كتير فلا كانت سبب من الاسباب اللي كانت كرينشيتس بتاعته قليلا من اربع خمس جولات كده تقريبا كنا بنقول ان لعيبة ليفربول ما بقتش لازم تكون في فريقك يعني انت لو بعتها فده مقبول دلوقتي بيع العكس تماما انت لازم تبيعي لعيبة ليفربول يعني تحدينا وارنولد ما مش اي لازم يكون في فريقك لهو ولا اي واحد من خطة فعل ليفربول انت محتاج في الفريق او يعني اللي ممكن تفكر فيه الفريق هو لعب واحد بس يا اما صلاح يا اما لويس دياز والاتنين بسعرهم دلوقتي ده في لعيبة قريب منهم او اقل منهم كمان في السعر بيج فبالنسبة لعيبة ليفربول على الاقل الجولاتين اللي جايين هما بيلعبوا ارسلان ثم منشستر سيتي ابعد عنهم لو قدموا حاجة قدام ارسلان والسيتي ساعتها تقدر تبقى تفكر فيهم تاني في المشاة السهلة لكن قبل كده ما تفكرش في حد من لعيبة ليفربول اخر حد عايزين نتكلم عنه هو تروسارد تروسارد سجل هاتريك وصاد ليفربول بزربيا لمدرب كورته هجومية تبدأ ناس تفكر انا لازم اجيبه طب اعمل ايه طب اروح له طب لأ هو عنده توتنا من الجولة اللي جاية عندما كانت مقبولين برينفورد ونوتنجان فورست وبعد كده عنده سيتي وتشيلسي وربعة خمس مقشاط فيهم تلاتة فرق صعبين فممكن تتعدي الجولة اللي جاية تشوف كده الاجواء يبقى فيها ايه ولو انت عندك لعيب شاكك في حد انت شايف ان هو ممكن ما يجيبش نوع بعد كده ممكن ساعتها تروح بيعه وجاية تروسارد للجولتين اللي بعد كده اللي هو بيلعب برينفورد اه فريق مش سهل ولكن الوصول لمروة برضو مش صعب قوي وبعد كده عنده نوتن ده ممكن يكون رهان كويس جدا بس اصبر عليه جولة كمان لان الضعف اللي فيه دي فعلي فربول كبير والضعف اللي من ناحية ارنولد كبير مش في كل مرة هيكون وضع بنفسها زي السهولة